أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمستوى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يليه السادة أعضاء مجلسي النواب والشورى من اهتمام بتقوية أواصر هذا التعاون وزيادة وثيرته بالشكل الذي يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين وأكد سمو أن تعزيز التعاون بين الملكي الأمير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل محوراً أساسياً في نهج الحكومة لما لذلك من تأثير في تحقيق التنسيق المنشود الذي يصب في مصلحة نماء الوطن وازدهار شعبه وقال اسموه مخاطباً السلطة التشريعية إن أبوابنا مفتوحة لكم ونحرص على اللقاء بكم والتحدث إليكم وتواصلنا المستمر من شأنه أن يزيد من التنسيق ويسهم في حل أي مشكلة قد تتعلق باحتياجات الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية صباح اليوم لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين ورجال الأعمال والصحافة والإعلام حيث تناول سموه معهم عدداً من القضايا التي تهم الشأن المحلي وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم وموروثات اجتماعية أصيلة تشكل ركيزة أساسية في هويته الوطنية مشدداً سموه على همية الحفاظ على هذه القيم وغرسها في نفوس الأجيال القادمة وأثنى سموه على إنجازات الكوادر الوطنية والشباب البحريني في مختلف مواقع العمل والإنتاج وما يتميزون به من روح العزيمة والإصرار على بلوغ أعلى درجات النجاح وهو ما أهلهم لتبوي أرفع المناصب وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل بكل دأب من أجل الحفاظ على ما تحقق للبحرين وشعبها من مكتسبات في مختلف مناحي الحياة والبناء عليها من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أكثر نماء ينعم في خيراته الجميع من جانبهم أعرب السادة النواب وأعضاء مجلس الشورى عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشيدين بتوجيهات سموه السديدة للوزراء والمسؤولين بتكثيف التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم مصلحة المواطن مؤكدين أن سموه هو الملجأ بعد الله عز وجل لكل المواطنين والقدوة في متابعة احتياجاتهم والعمل على حل أي مشكلات تواجههم وتؤثر في أمورهم الحياتية والمعيشية ترجمة نانسي قنقر